اعلنت الدفاع الروسي احباط هجوم اوكرانيا جديد بالمسيرات على القرم وذلك بعد ساعات من اعلانها تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاوكرانية كانت متوجهة الى العاصمة موسكو كما اعلنت صد ثلاث هجمات اوكرانية في اتجاه كوبيانسك وتدمير وحدات الانزال الجوي في ايفانوفو مخابئ المشات الاوكرانية ونقاط اطلاق النار في اتجاه ارتيموفاسك بطائرات من دون طيار في غضون ذلك اعلن وزير الدفاع روسي سرغيشو ان القوات الاوكرانية خسرت نحو 66 الف جندي منذ بدء الهجوم المضاد قبل ثلاثة اشهر قال شويغو ان القوات الروسية دمرت 34 مركز قيادة تابعة لقوات كييف في شهر واحد اضافة الى 7600 قطعة السلاح كما تحدث شويغو عن اسقاط نحو 1000 مسيرة اوكرانية الشهر الماضي تجاوزت الخسائر 66 الف عسكري و7600 قطعة سلاح خلال الشهر الاخير جرى قصف اكثر من 34 مركز قيادة اوكرانيا وتدمير اكثر من 1000 مسيرة اطلقتها كوات كييف واعتراض 159 قضيفة صاروخية اطلقت من انظمة هايمرس الامريكية و13 صاروخا مجنحا غربيا وكانت وكالة انتفاكس قد نقلت عن وزير الدفاع الروسي قوله ان موسكو تناقش اجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية ويأتي ذلك فيما افدت وسائل الاعلام الامريكية بان الزعيم الكوريا الشمالي كيم جونج اون يعتزم اجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير كفوتن في روسيا لبحث تزويد موسكو بالاسلحة بحسب هذه الوسائل التي نقلت كذلك عن البيت الابيض قلقه من هذه التطورات في المقابل تفقد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي قواته على الجبهة لرفع معنويات جنوده وقال ان من المهم التحدث مع الجنود الذين يذهبون الى المعركة مباشرة كلام زيلنسكي جاء خلال زيارته جنودا جرحى وتكريمه لهم تأتي هذه الزيارة في وقت تحدثت فيه كييف عن تقدم لقواتها على الجبهة الشرقية بمدى ثلاثة كيلو مترات من المهم للغاية دعم جنودنا والتحدث مع قادة الالوية وقادة الكتائب من المفيد جدا ان نسمع من اولئك الذين يخضون المعركة مباشرة ما الذي ينقصنا بالضبط وما هو الكاف بالفعل وما الذي يجب تغييره كل ما تحدث عنه المحاربون سيكون بمثابة اسئلة للمشاركين في اجتماع الاركان وخاصة فيما يتعلق بالحرب الالكترونية موسيقى موسيقى